السلام عليكم ورحمة الله نشرح في هذا الدرس عن bottom navigation bar إذن نريد أنه يكون إذن ناب بار مثل اللي عملنا في الدرس السابق أو top bar ممكن يسمي لكن في البودم بهذا المكان طيب اسلوب هذا التاب بار يكون مختلف لأنه حاليا هذا التاب بار موجود في ضدم الأب بار يعني لاحظ بهذا المكان أنت عندك أب بار وتشوف بأنه أنت بداخل bottom عرفت هذا التاب بار إذن هذا التاب بار معرف ببودم يعني في أسفل الأب بار إذن هو مرتبط بالأب بار طيب نحن ما نريد الآن هذا الأسلوب نريد بأنه يكون عندي تاب بار منفصل في الأسفل منفصل تماما عن هذا الأب بار فإذن الذي سنفعله بأنه نحذف هذا البودم بشكل مبدئي طيب وكذلك بالنسبة البودم المفروض بأنه نحذف هذه الوجت لكن أيضا سنحتاجها فيما بعد أكيد فبالتالي ممكن أنه نأخذها ونخزنها مثلا في متغير وليكن مثلا list of وجت ممكن هالشي هذا فتشوف لي أنه عندي تو وجت بهذا المكان أخذ الكات ومن ثم أصعد الأسفل على سبيل مثال بهذا المكان مجرد أنه أعرف list وأحدد نوع list اللي هو عبارة عن وجت من هذا الشكل اسم الليست ولتكون عبارة عن فيجس ومن ثم أكيد أعطيها قيم بهذه الصورة ومن ثم نعطيها فارزة مقودة الآن القيم التي تكون لداخل هذه الليست يجب أن تكون نوعها وجت فتلاحظ لأن هذا الوجت الأول وهذا هو الوجت الثاني متى ما نريد ممكن نستعمل هذه list of وجت اللي يسمها فيجس يعني الصفحات إذن الآن شوفي أنه ممكن أن نحذف هذا الـ body مبدئيا يعني طبعا بدل ما تحذفه الآن يعطيك error ممكن أنه مثلا تعطيه null إذن null يعني قيمة فارغة فمبدئيا الـ body هو فارغ لا يحتوي على أي شيء نضغط على hot reload شوفي أنه أصبحت عني نافذة بهذه الصورة الآن سنقوم ببناء bottom navigation bar إذن ممكن بأنه تحت الـ body بداخل الـ scaffold عندي خيار اسمه bottom navigation bar فإذن نكتب bottom navigation bar والنوعه object من bottom navigation bar بهذه الصورة ونفتح قوس بهذا الشكل بداخل هذا الـ bottom navigation bar ممكن بأنه نستعمل نجموعة من الخيارات أهم هذه الخيارات هو الـ items إذن الـ items يعني العناصر فممكن بأنه بهذا المكان تضع العناصر التي تريدها طبعا في الطريقة السابقة كنا نستعمل أو كنا نضع العناصر بهذا الأسلوب كنا نضع tab ومن ثم نحدد الـ icon ونحدد الـ text حاليا بدل ما نكتب هذا الـ tab سنكتب bottom navigation bar item كذلك بهذا المكان bottom navigation bar item بهذا الشكل طيب مسألة الـ icon متشابهة بداخل bottom navigation bar item يعني نفسها الموجودة في الـ tab bar لكن بالنسبة للـ text حاليا ليس text وإنما الآن سيصبح عبارة عن widget كاملة وهو أصدر ليس text وإنما سيكون الاسم عبارة عن title ومثل ما ذكرت لك بأنه هذا title عبارة عن text كاملة يعني عبارة عن widget أوكي إنه ما تكتب text بشكل مباشر ما يستقبل قيمة 60 وإنما يريد مني widget كاملة نفس الحالة هذا ممكن أنه أنسخد ومن ثم أضعه بهذا المكان بهذا الشكل أوكي وهذه مرة part 2 بهذه الصورة طيب الآن أضفنا bottom navigation bar لنضغط على hot reload نشوفي أنه فعلا أضاف لي bottom navigation bar لكن أكيد هذا bottom navigation bar يحتاج إلى بعض الخصائص أكيد أولا نشوفي أنه part 1 والآيكون ظهرت بهذه الصورة وكذلك part 2 والآيكون ما عنده مشكلة لكن مبدئيا أنا ما استطيع التنقل ما بين two items بالإضافة إلى هذا المفروض بأنه كل آيتم أربط بوجه معين يظهر بهذا المكان أوكي لا تنسى بأنه بهذا المكان أنا عندي list of وجهة اللي اسمها paid فالمفروض بأنه أربطها بهذا bottom navigation bar أوكي أول شيء كل هذه الأمور سنقوم بها بشكل يدوي الآن لاحظ عند الضغط على هذا الأنصر يتم عرض وجهة معينة أوكي إذن المفروض بأنه أفعل الخيار عند الضغط اللي هو on tab إذن on tab عند الضغط على واحدة أو على أي واحدة من هذه الأيتم فالمفروض بأنه ينفذ فاكشن معينة وليكن مثلا ينفذ فاكشن اسمها x1 طبعا ممكن نجعل اسم private يعني underscore x1 ومن ثم نعرف هذه الفاكشن طبعا بأي مكان أوكي فعلى سيء مثال بهذا المكان مثلا void ومن ثم underscore x1 بهذه الصورة أوكي ونفتح أقواس بهذا الشكل إذن حاليا أصبحت هذه ال x1 موجودة طبعا الآن يعطيني إرار يعطيني إرار لأنه المفروض الفاكشن اللي تريد تنفذها بهذا المكان تستقبل متغير نوعه أو إنتجر وهذا المتغير سيمثل إندكس ما معنى هذا الكلام الآن لاحظ أنت عندك item بهذا المكان عندك أكثر من item أوكي فممكن يكون مثلا item one وهكذا أوكي عنصر أول عنصر ثاني عنصر ثاني وانت عندك on tab يعني عند الضغط على العنصر لكن سؤال عند الضغط على أي عنصر فهو مبرمج تلقائيا على أنه هذه هذه الـ on tab ينفذ فكشن معينة ويمرر لها رقم الـ item رقم العنصر أوكي فالمفروض بأنه الفكشن اللي تريد ننفذها بهذا المكان تستقبل قيمة انتجر يمثل رقم الـ item هو سيمرر تلقائيا أوكي فإذا نجعل هذه فكشن تستقبل قيمة انتجر ونسميه مثلا إندكس إذا القيمة التي سيرسلها عند الضغط على الـ item أخذنا في متغير اسمه إندكس أوكي طيب الآن مبدئيا أول شيء بداخل هذه الفكشن سنحتاج إلى setState setState هذا معناه state full widget فإذا كل ما علينا بهذا المكان بأنه نضغط Alt Enter ونغير الـ class الخاص بنا إلى state full widget أوكي إذا بداخل هذا المكان الآن ممكن نستعمل setState لكن مبدئيا لو أعرف متغير انتجر وليكن اسمه selectedPageIndex بهذا الشكل ممكن يكون بأي اسم آخر مبدئيا أنا أعطي قيمة 0 ومن ثم بهذا المكان أحتاج إلى setState مجرد أنه أقوم بالربط ما بين هذا selectedPageIndex selectedPageIndex مجرد أنه أسند له قيمة الـ index اللي سأستقبلها عن طريق الـ function أوكي الآن ستعرف لماذا استخدمت هذا الأسلوبة لماذا استخدمت هذا المتغير اللي هو selectedPageIndex إذا هذا selectedPageIndex ستسند له قيمة الـ index اللي تستقبل عن طريق الـ function يعني التي يتم إرسالها عن طريق هذا الـ onTop أوكي يعني مثلا أنت في bottomNavigationBar ضغطت على Part1 اللي هو الـ index 0 الـ onTop سيرسل index 0 للـ function x1 الـ x1 تستقبل رقم 0 مكان هذا الـ index وهذا الـ index تسنده إلى selectedPageIndex إذا أصبح عندي قيمة هذا المتغير هو 0 أوكي إذا أصبحت قيمة هذا المتغير يمثل الـ index الذي تم الضغط عليه لماذا نستفاد من هذا عن طريق الربط مع الـ Pages الـ Pages اللي هو عبارة عن list of widget نريد أنه نعرضها في الـ body فإذا بداخل الـ body بهذا المكان أوكي مجرد أنه نستدعي هذه الـ Pages طبعا unlocktator بشكل مباشر يعطيك error ما السبب؟ لأنه الـ body يريد منك وجد واحدة وليس list of widget تشوف أنه في هذا المكان أن تعطيته list of widget فهو يقول لك ما الوجه الذي تريد أن تعرضها؟ هل تريد أن تعرض هذه الوجه أو هذه الوجه فممكن بأنه تتحكم بهذا الشي عن طريق الـ index إذا المفروض بأنه تفتح قواس مثلاً أنا أريد أن أعرض الوجه الأولى أو الوجه الثاني فبدل ما تكتب الـ index بشكل مباشر مجرد أنه تعطيه Selected Page Index الذي قمنا بربطه بالـ index بهذه الصورة إذن الآن أهو تريلود أكيد شو بأنه كل شيء تمام الآن لاحظ بما أنه أنت موجود في الـ Part 1 فتلاحظ بأنه يقوم بتحميل الصفحة الخاصة بالـ Part 1 يقوم بتحميل هذه الصفحة اللي هو يكتب لي Part 1 في الـ App Bar ويكتب لي Text 1 بهذه الصورة بينما لو تنتقل إلى Part 2 نشوف بأنه يحمل لي الصفحة الثانية اللي موجودة فيها كلمة Text 2 وطبعاً الصفحة الثانية لا تحتوي على App Bar وذكرنا هالشي هذا ممكن يعني ممكن صفحات بأنه تحتوي على App Bar وممكن بأنه ما تحتوي على App Bar طيب مبدئياً نريد بأنه نضع بعض الخصائص بالنسبة لهذا الـ Bottom Navigation Bar بهذا المكان تلاحظ بأنه مبدئياً ممكن نعطي لون للخلفية وكذلك عندي مشكلة تلاحظ بأنه حالياً أنا مختار الـ Part 1 وفعلاً أراض لي Part 1 عندما أختار الـ Part 2 هو فعلاً يأراض لي الشاشة الخاصة بالـ Part 2 لكن تلاحظ بأنه ما يحدد اللون الخاص بالـ Part 2 يعني اللون المحدد تشوف بأنه دائماً هو على Part 1 ثابت وهذا شيء خطأ المفروض بأنه يتحول إلى Part 2 ويرجع إلى Part 1 فالمفروض يكون عندي تنسيق أفضل هناك من جموعة من الخيارات ممكن نستفاد منها مبدئياً لو أحدد الـ Part 2 وليكن مثلاً بـ Alon أنا أريد مثلاً فليكن Pink Accent في هذه الصورة نضغط على Hot Triller وشوف بأنه أصبح بهذا الشكل لكن الألوان تلاحظ بأنه هي غير متناسبة كذلك ممكن نحدد ألوان أخرى تشوف بأنه عندي Alon هناك Selected Item Color وهناك Unselected Item Color إذن Selected Item Color هو لون العنصر المحدد والـ Unselected Item Color هو لون العنصر غير المحدد فممكن بأنه تتحكم بكل هذه الألوان فعلى سيء مثال العنصر المحدد يكون عبارة عن Black لون أسود الـ Unselected Item Color ممكن يكون مثلاً لون أبيض نضغط الآن على Hot Reload نشوف بأنه فعلاً Selected هو لون أسود والـ Unselected لون أبيض الآن أصبح التنسيق أجمل لكن أيضاً عندي مشكلة الآن لاحظ أنا موجود في Part 1 لو أنتقل إلى Part 2 المفروض بأنه هذا يصير أسود وهذا يصير أبيض طيب هو ما يستطيع التعرف عن أي أيتم بالضبط يتم تحديده حالياً فالمفروض بأنه أيضاً تخبره بهذا الشيء بهذه الـ Bottom Navigation Bar كل شيء أنت تقوم به بشكل يدوي لكن الجميل بالموضوع بأنه أنت ممكن تحدد كل شيء وتخصص كل شيء طيب كيف تعلمه بالـ Item أو الـ Index الموجود به حالياً ممكن بأنه أيضاً تحدد الـ Current Index طيب الآن سؤال ما هو الـ Current Index ببساطة مجرد أنه تستخدم هذا المتغير اللي هو Selected Page Index إذا الموضوع بسيط Selected Page Index هو يمثل الـ Index اللي موجود فيه أنا حالياً أنا موجود فيه Part 2 فعلاً فتلاحظ بأنه يضللي Part 2 لو أنتقل Part 1 شوف بأنه حدد لي Part 1 رجعت مرة الثاني Part 2 ثم Part 1 إذا كل شيء يصير بشكل طبيعي كذلك من الأمور اللي ممكن أخصصها وأتحكم بها هي Font Size تلاحظ بأنه أيضاً عندي Selected Font Size وأيضاً عندي Unselected Font Size فإذاً Selected Font Size على سيني مثال ممكن يكون 20 وكذلك ممكن نحدد Unselected Font Size وليكن مثلاً 15 بهذه الصورة نضغط على Hot Reload تلاحظ بأنه هذا حجم 20 وهذا حجم 15 الآن لو أنتقل إلى Part 2 شوف بأنه هذا أصبح أكبر 20 وهذا أصبح 15 أوكي ممكن مثلاً طبعاً نقلله بهذه الصورة طبعاً ضروري بأنه تعرف الحالة الإفتراضية الحالة الإفتراضية بأنه يكون Font Size متساوي يعني بالنسبة للSelected Item نفس قيمة الآن Selected Item يعني الآن لو تجعل القيمة المتساوية بالنسبة للأول والثاني فهذه هي الحالة الإفتراضية طيب كذلك من الأمور الأخرى اللي ممكن أيضاً نستعملها ونستفاد منها هو Tape ممكن باستعمال هذا النوع ممكن أنه نضيف بعض المميزات بعض الخصاص فبالتالي لو أحدد مثلاً Bottom Navigation Bar Tape ممكن يكون عندي نوعين الحالة الإفتراضية هو أنه يكون Fixed يعني حالياً هذا Bottom Navigation Bar نوعه Fixed يعني ثابت ممكن أنه تعطي نوع آخر اللي هو Shifting بأنه يصبح بنوع من Shifting فيكون عباءه عن Animation بشكل أجمل لكنه نضغط على Hot Reload نشوف يأنه باستخدام هذا النوع يلغي تأثير الـ أوكي لكن فائدة ما هي أنه يعطيني Animation تلاحظ يأنه لو أنتقل إلى العنصر الثاني تلاحظ الانتقال ما بين العنصر الأول والثاني طيب الآن نريد بأنه نعطيه التنسيق نريد بأنه نعطيه هذه الـ Background Killer ما الحل؟ الحل ببساطة بأنه هذا الـ Background Killer ممكن بأنه تعطيه لكل عنصر إذن نعطيه العنصر الأول وكذلك نعطيه العنصر الثاني بهذه الصورة طبعاً ممكن بأنه نقسم السطر فمجرد أنه نضيف فارزة بهذا المكان وكذلك نضيف فارزة بهذا المكان وننسق الأسطر بهذه الصورة إذا الآن نظهط على Hot Reload نشوف بأنه أصبح بهذا الشكل إذا الآن ننتقل إلى الخيال الثاني ومن ثم الخيال الأول إذن هذا هو تأثير الـ Bottom Navigation Bar Tape .Shifting لكن تلاحظ بأنه تأثير هذا الـ Shifting تشوف بأنه يلغي بالـ Title أوكي؟ يعني فقط يظهر لهذه الأيكون هذا الـ Title تلاحظ بأنه يتم إلغاء فقط عندما تحدد العنصر يتم إظهار الـ Title لكن العنصر غير محدد شوف بأنه يخفي الـ Title فممكن بأنه تستخدم هذا الأسلوب إذا أردت بأنه تستخدم فقط أيكون من دون تايتل فهذا الخيار ممكن ينفعك بأنه يضيف جمالية ويضيف لك إنيميشن محدد كذلك ممكن نفعل شيء آخر الآن لاحظ في الـ Part 1 أنا ما أريد بأنه يكون عندي أبار بهذه الصورة إذا مبدئيا سأحذف الأبار من هذا الـ Part 1 نضغط على Hot Reload طبعا نشوف بأنه ما نحذف ممكن أضغط على Hot Restart أوكي الآن تم حذف فعلا الأبار الخاص بالـ Part 1 تلاحظ بأنه حاليا Part 1 و Part 2 هم لا يحتويان على أبار طيب الذي أريده بأنه التايتل الموجود بالأبار الأصلي يعني للشاشة بالكامل أريد بأنه يكون dynamic أريد بأنه يتغير بشكل مر أكثر يتغير وفقا لهذا الـ Index اللي عرفته اللي هو Selected Page Index يعني على سيء مثال عندما تعرض هذا الـ Part 1 يتم عرض الـ Part 1 بهذا المكان وعندما تنتقل إلى Part 2 نفس هذا التايتل موجود بهذا الأبار نفسه يتغير إلى Part 2 طيب كيف هذا الشيء موجود بهذا الموجود كل الموجود ستحتوي على متغير يمثل التايتل يعني مبدئيا نوع هذه الليست ما يكون موجود بشكل مباشر وإنما سيكون عبارة عن ماب ومن ثم نحدد نوع هذه الماب نوع هذه الماب مبدئيا المفتاح هو عبارة عن String والقيمة سيكون عبارة عن Object ما معنى هذا الـ Object يعني أنه نوعة ما أعرف نوعة ممكن يكون String ممكن يكون بأي نوع آخر فبالتالي أنا ما أعرف النوع فأكتد Object طبعا هذه الليست حتى ممكن بأنه تجعلها Final في هذا الشكل طيب الآن ممكن بأنه نحدد كل عنصر أو نبني كل عنصر بداخل هذه الليست أنا لدي عنصرين إذن هذا العنصر الأول وهذا العنصر الثاني بهذا الشكل لا تنسى بأنه كل عنصر بداخل الليست عبارة عن ماب كامل طيب القيمة الأولى من الماب يجب أن تكون String فعلى سين مثال أحدد الإسم به مثلا هذا الـ Page ممكن يكون بقيمة معينة أوكي فارزة مثلا القيمة الثانية اللي هي String أيضا على سين مثال Tidal Tidal ممكن يكون عبارة عن مثلا Part 1 بهذا الشكل أوكي مبدئيا بهذا المكان ممكن أعطي القيمة اللي هي تمثل مثلا Nescaffold بهذا الشكل طيب نضع الفارزة بهذا المكان ونحاول بأنه نرتب الأكواد الآن لاحظ أصبحت الأكواد مرتبة إذا فعلا هذا العنصر قبله بشكل طبيعي من دون مشكلة نرتب العنصر الثاني بنفس الطريقة مجرد أنه هذه الأكواد ننسخها ونضعها بهذه الصورة هذه مرة Tidal سيكون عبارة عن Part 2 طبعا ممكن نضع فراغ بهذا المكان وهذه مرة الـ Object الثاني مجرد أنه أضع بهذا المكان مكان الـ Object الأول بهذه الصورة ومجرد أنه أمسح حالي إذا الآن اكتمل عندنا الأكواد بهذه الصورة إذا تلاحظ بأنه كل عنصر عبارة عن ماب وهذه الماب المفتاح دائما يكون String والقيمة ما أعرف نوعها فتلاحظ المفتاح دائما String هذا المفتاح الأول وهذا المفتاح الثاني أما القيمة مرة تكون عبارة عن Object مرة Object مرة String فلهذا كتبت Object طيب الآن كيف أعدل على هذه الأكواد كيف استفاد من هذه الـ Page الآن لو نزل الأسفل طبعا يعطيني error بهذا المكان في الـ Body أنت عندما تكتب Page of Selected Index يعني مثل Page of Zero المفروض بأنه يعطيك هذا الماب المفروض بأنه تحدد بداخل الماب أنه تعطيه Off Page بعد ما تدخل إلى الـ Page حتى يعرض لك هذا السكافل أوكي؟ فإذا المفروض بأنه أصبحت هذه 2Dimation يعني ثنائية الأبعاد فالمفروض بأنه تكتب Index آخر أوكي؟ وحاليا تحدد أو تدخل بداخل الماب لكن نتذكر بأنه هذه ماب أنه أنت ما تتحكم فيها عن طريق الـ Index وإنما عن طريق المفتاح يعني على مثال تكتب Pages تصل لهذه السكافل تصل لهذه القيمة أو تكتب Title تصل لهذه القيمة فالذي نريد أن نعرض هذا الـ Widget فبالتالي مجرد أن نكتب Page إذن بهذا المكان ومن ثم نكتب Page بهذا الشكل طيب الآن ما فائدة كل هذا الكامل لماذا عقدنا الموضوع؟ الفائدة فقط حتى نستفاد من هذا الـ Title أوكي؟ هذا الـ Title سيتم عرضه بشكل Dynamic يعني أنت عندما تعرض Title فمرة يعرض لك Part 1 ومرة يعرض لك Part 2 طيب أين ستعرض هذا الـ Title؟ بداخل الـ AppBar بداخل الـ Title الخاص بالـ AppBar إذن حاليا بهذا المكان تلاحظ أنه بالـ AppBar أنت عرضت الـ Title بهذا المكان فإذن بدل ما نعطيه النص بشكل مباشر سنأخذ النص من الـ Page ومن ثم نعطيه الـ Index اللي هو Selected Page Index ومن ثم نعطيه الـ Title إذن الـ Title اللي هو يمثل Part 1 أو Part 2 إذن من داخل الماب مجرد أن نعطيه الـ Title بهذا الصورة طبعا المفروض بأنه هذه الأقواس تكون بالخارج بهذا الشكل أوكي لآن قذلها منك بدون مشكلة إذن نرجع مرة ثانية شغل التطبيق من جديد أوكي الآن اشتغل عندي التطبيق من جديد تلاحظ بأنه فعلا في الـ Title الخاص بالـ AppBar شو بينعرضي Part 1 الآن ننتقل Part 2 شو بينعرضي Part 2 إذن الـ Title هذه مرة ما يعطيه بشكل مباشر وإنما يأخذ من الـ Title الموجود بداخل Pates بمعنى أنه يأخذ من هذا الـ Pates إذن أصبحنا نتحكم بكل محتويات الصفحة بشكل Dynamic وبشكل مرن أكثر